اشتركوا في القناة على أسس الديمقراطية والمشاركة الفعلية لكل فعاليات المجتمع في الأففاس أكدنا مرارا تمسكنا بالمشروع الوطني الديمقراطي وبمقترحاته للخروج من الأزمة ولهذا عبر هذا اللقاء استعرضنا ثلاث نقاط أساسية طلبنا أولا من السيد الرئيس المزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية بخصوص إطار الحوار الوطني لتعزيز الجبهة الداخلية مشددين على أنه أي مبادرة جادة من هذا النوع يجب أن تكون بضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد أحزابا كانت نقابات أو جمعيات ووسائل إعلام النشاط والمشاركة بكل حرية وهذا لهدف تكريس التغيير السلمي والديمقراطي السلس لنظام الحكم ثانيا ذكرنا خلال هذه المحادثات بمشاريع ومبادرات الحزب بخصوص إجماع وطني على أساس حوار شامل يحل بشكل فعلي الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي جددنا التذكير أيضا في هذا الصدد بتمسكنا بالطابع الاجتماعي للدولة وعبرنا عن قلقنا حول إصلاح نظام الدعم في وقت يواجه الشعب انفجار التضخم وتآكل غير مسبوق للقدرة الشرائية وطلبنا في هذا الصدد بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة تصون كرامة الجزائريات والجزائريين وترفع من مستواهم المعيش طلبنا باحترام بعض الشروط المسبقة قبل الشروع في أي حوار من أجل منح ضمانات وإشارات حسنية للشركاء السياسيين والاجتماعيين وخاصة طمأنة مواطنين بإطلاق صراح ودون شروط مسبقة لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي بدءا من محمد بابانجار وصولا إلى اسماعيل شعلال رئيس بلدية أصفو وأيضا إلغاء كل الترسان القانونية القمعية لا سيما اللجوء بطريقة تعسفية لإجراء الحبس المؤقت وأيضا وكذلك رفع كل القيود المفروضة على الأحزاب والنقابات والجمعيات والوسائل الإعلام التي تمنعها من أداء دورها المتمثل في المشاركة في بناء المجتمع أيضا تبادلنا وجهات النظر مع السيد الرئيس حول الوضعية الدولية والإقليمية رأينا أن هناك وجهات نظر مماثلة وقلنا أنها اليوم يجب على الجزائريين والجزائريات وعلى السلطة أن تبادر بتفعيل ميكانيزم لكي تعيد الثقة للجزائريات والجزائريين ليشاركوا في مسار البناء الوطني ولكي يتصدوا لكل المخاطر التي تحدق بالبلاد وشكرا